ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مستجدات جديدة حول ود المسؤول القضائي لقرب مدينة الخميسات في متابعتها للفضائح لقلبات مدينة الخميسات علمت القناة بأن الجدارم يلم كلفين بالبحث في قضية الخميسات عرفوا الشخص ليعتبر شريك المشتبه فيه الرئيسي وقالت المصادر بل المشتبه فيه الرئيسي لم يكن سوى ولد مسؤول قضائي بالمدينة لغابر له الآثار وغابر هاد الأيام كما يعتقد أنه يوجد في حالة فرار بعدما تفرقعت الفضيحة ديالو في المدينة المصادر أكدت بل أغلب الشابات اللي كان كيصورهم ولهد المسؤول القضائي خوة المغرب وكينين في إحدى دول الخليج فيما تواصل عناصر الدارك الملكي البحث عن أخريات واللي تم التعرف عليهم من أجل البحث معهن ويشار إلى أن النجل هذا المسؤول القضائي يشتبه في كونه كان كيصور رأف ضيعة فلاحية مقابل فلوس وصلات الألفين درهم وقال للمصادر أن الجدار ميبدوا فعليا الأبحاث ديالهم أفهد القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة حيث جرى الاستماع إلى بعض الشابات فيما بلغ عدد المشتبه فيهم وصل لهذه المرحلة من البحث لما مجموع 16 شابة جرى تشخيص هويتهن بشكل دقيق ترجمة نانسي قنقر